هل التأمم واجب على الإنسان المكسور مع الوضوء والغسل؟ وهل تقدم الطهارة قبل الجبيرة؟ هل تقدم الطهارة قبل الجبيرة واجب أن لا؟ الذي يعجز عن غسل بعض الأعضاء الذي يكسر فيه أو مرض ينظر في عمره فإن كان يستطيع المسح على الجبيرة يرح بجبيرة ووسح عليها كذا عن التأمم يرح على الجبيرة ويفي عن التأمم ولو أنها الطهارة غير طهارة يعني جبائل ما يستطيع الطهارة على الصحيح فإذا كان في يده جبيرة أو في ذراعه جبيرة أو في وجهه جبيرة مسح عليها ويكفي أما إن كان ما ينسى ما يسر ينسح عليها لأن ينره الماء ويخسر من شر الماء فإنه إذا كوضنا وتنشك يضرب التراب بيديه ومسح بهم وجهه كفين بنية البقعة التي خلقها وهكذا الجنابة إذا كان جنابة واكتسل وفي بذنه محل عليه جبيرة يمسح عليها ويكفي فإن عجل المسح وخاف من المسح ويضره المسح لأنها جبيرة ضعيفة أو ما يصن ورائها أو ما أشبه ذلك ثم منية الجنابة وكفى ذلك